طيب إحنا حددنا بعك بعض النقاط وإنه كيف ممكن نحصل عليه ولكن بشكل طبيعي جدا اللي هو يزيد أو يبقى في مستوى طبيعي في الجسم ده الهدف اللي إحنا بنتكلم عليه مزبور طيب نتكلم عن الأشواجندا هل هي مصدر تعتبر تساعد فيه؟ الأشواجندا هي مش مكملة هي عبارة عن جزور طبيعية لما عملوا عليها تجارب لقوها بتزود البرفورمانس وبتزود الأداء الرياضي فده ليه؟ رجعوا لقوا أن هي بتقلل الاسترس في الجسم الكورتزول فأوتوماتيك لما الاسترس يقل هرموناتك سواء زكور أو أنوسة في الستات تبقى طبيعية تتوازن ترجع ترجع دي إنه بيقلل الاسترس فالتسترس يبقى طبيعي ده اللي الأشواجندا بتعمله حلو طيب ماذا عن الزنك؟ بصي عشان أنا أبقى طبيعي وعندي زكورة طبيعية لازم فيتامين دال ولازم الزنك من غير الاتنين دول أصلا مش هيفرز هرمون أصلا يعني هيقع على طول طبعاً جسمك عاوز حاجات عشان يصنع فمن الحاجات اللي عايز يصنعها دهون مفيدة في الأكل فيتامين دال والزنك التلاتة دول يخلوني عايش بتستسترون طبيعي يعني لازم ياخدوها كمكمل لا من الأكل من الأكل من الأكل يكفي إنه الغذاء بيدينا كل اللي نحتاجه في اليوم ما شاء الله على سؤالك أنت أكلك إيه؟ بيزا هامبورجر سندويتشات؟ بس حتى لو كنت بأكل أكل صحي ما يديني نفسها نسبة الكمية أو الكمية اللي يحتاجها لو أنت أكلك كله صحي هيكفي الأكل اللي فيتامين دال طبعاً لازم شمس ما فيش أكل هيديك فيتامين دال الزنك فيه منصدر كتير للزنك يعني المكسرات البذور اللي هو بذور اللب القرع الأويستر اللي هي المحاريات فيه كبدة البقر كل ده الناس اللي بتاكل الحاجات دي مش محتاجة زنك من بره موسيقى